موسيقى السابع سباحا بتوقيتي الجزائر اهلا بكم الى نشرة مفصلة للاخبار وهذه عنوينها موسيقى كتائب شهداء الاقصى تدعو الى النفير العام واضراب شامل بعد استشهاد ثلاثة نشطاء فلسطينيين على يد قوة خاصة من جيش الكيان الصهيوني موسيقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية يعلن خطة لاجراء الانتخابات ويوكد انه لن يسمح بمرحلة انتقالية جديدة في ليبيا موسيقى باماكو تتهم باريس بسعيها لتقسيم مالي وبوتين ينفع علاقة روسيا بفاكنر موسيقى مناورات روسية ضخمة على الحدود مع اوكرانيا ودعوات لاعادة مسار مينسك والنورماندي لخفض التوتر موسيقى اهلا بكم الى التفاصيل فيع الفلسطينيون ثلاثة شهداء اغتالتهم قوة خاصة من جيش الاحتلال الصهيوني بمدينة نابلوس شمال الضفة الغربية وطالبت الحكومة الفلسطينية بفتح تحقيق دولي فيما دعت كتائب شهداء الاقصى خلاياها الى النفير العام كما يرتقب ان تشهد نابلوس الاربعاء يوما للغضب واضرابا عاما هكذا شيع الفلسطينيون شهداءهم الثلاثة من مستشفى نابلوس وسط غضب شعبي واصوات تتعالى مطالبة بوضع حد لغطرصة الاحتلال الاسرائيلي الذي يتمدى ومعلنة اضرابا شاملا ويوم غضب غدا الاربعاء حي المخفية بنابلوس مصرح لوقوع ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال في عملية نوفذت حسب مصادر محلية من طرف قوات خاصة لجيش الاحتلال الاسرائيلي كانت تستقل سيارات مدنية وبمساندة طائرات استطلاع والضحايا شبان قيل انهم ناشطون ومطلبون لدى قوات الاحتلال وفي ردود الافعال طالبت الحكومة الفلسطينية بتحقيق دولي معتابرة الحادثة جريمة مروعة ودعت في بيان صحفي الامم المتحدة والمنظمات الحقوقية والانسانية الدولية الى ادانة الجريمة البشعة والعمل على تقديم مرتكبيها للعدالة من جهتها اصدرت الفصائل الفلسطينية بيانات تدين الحادثة التي وصفتها بالجريمة وسط دعوات لتصعيد المقاومة ضد اسرائيل الى ذلك نعت كتائب شهداء الاقصى في بيان لها قالت فيه ان شهدائها الابطال اقتلوا في عملية جبانة نفذتها قوة صهيونية خاصة في مدينة نابلس اعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة انه لن يسلم السلطة الا لحكومة منتخبة ولن يسمح بمرحلة انتقالية جديدة في البلاد واشدد دبيبة في خطاب وجهه الى الليبيين انه لن يسمح للطبقة السياسية المهيمين الاستفراد بالمشهد والعبث بالبلاد وبمستقبل الشعب مرة اخرى انا اعلنها اليوم لن اسمح بمراحل انتقالية جديدة ولن نتراجع عن دورنا في الحكومة التي تعهدنا بها امام هذا الشعب حتى تحقيق الانتخابات وان حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في عملها الى حين التسليم لسلطة منتخبة ولن نسمح بان تعود هذه الطبقة المهيمة منذ سنوات للاستفراد بالمشهد والعبث ببلادنا وبمستقبل ابنائنا مرة اخرى عبد الحميدة بيبة كشف عن شروعه في عقد مشاورات واسعة لتقديم خطة عمل محددة لاجراء الانتخابات شهر جويل القادم بانني قد شرعت في عقد مشاورات واسعة لتقديم خطة عمل محددة ودقيقة لا لبسة فيها لتنفيذ الانتخابات والاستحقاق الدسوري تنطلق في يونيو القادم وهو التاريخ الممنوح للسلطة التنفيذية بحسب الاتفاق السياسي الصادر في جنيف والمعتمد دوليين اتهم رئيس الوزراء المالي باريس بسعيها الى تقسيم بلاده وذلك منذ بداية تواجدها على الاراضي المالية اتهامات تأتي لتعمق حجم التوتر الحاصل بين مالي وفرنسا بمنطق العودة تمضي السلطات المالية في سياسة ابراقها رسائل غاضبة الى فرنسا تصريحة جديدة من رئيس الوزراء شوغال كوكالا ميغا تتهم من خلالها باريس صراحة بعملها على تقسيم مالي رسالة نقلها ميغا الى دبلوماسيين معتمدين لدى باماكو دعاهم الى مقر الحكومة وفيما لم يكشف المسؤول المالي عن كل القرائن التي يدين بها فرنسا الا انه لم يفوت لشارته الى سنوة الفين وثلاثة عشر حينما حرر جنود الفرنسيون شمال مالي من قبضة الجماعة الارهابية لكن سرعان ما تحول التدخل الى عملية تقسيم فعلية للاراضي المالية حسبه حيث سمح ذلك للعناصر الارهابية بتنظيم انفسهم والعودة بقوة ابتداء من الفين واربعة عشر لم يتوقف رئيس الوزراء المالي عند ادانة فرنسا فحسبه بل اتهم بنفس الشكل قوة تاكوبا العسكرية التي تشكلت بمبادرة من فرنسا مشددا على انها تسعى ايضا الى تقسيم بلاده واذا كان مايغا قد اتهم في وقت سابق باريس بتحريض دول الاتحاد الاوروبي ضد باماكو فقد انتقل الى تشريح الوضع بقوله ان هناك هدفا لتصوير السلطات المالية على انها منبوذة معانية غير معلنة لخنق اقتصاد البلاد وزعزعة الاستقرار وايضا الاطحة بالمؤسسة الانتقالية لحساب اطراف معروفة وهذا ما لن يتحقق بل قد ول زمن الاستعباد يقول رئيس الوزراء المالية في اشارة منه الى رفض سلطات بلاده فحوى العقوبات المسلطة عليها من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا اكواس تحت ضغوطات فرنسية وامام موجة التوتر المتصاعدة بين باريس وباماكو خاصة في اعقاب حديث فرنسي عن استعانة السلطات المالية بمقاتلين من مجموعة فاغنر الروسية لم يفدي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون امتعاضا من نفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى لقائه به لعلاقة روسيا بالمجموعات العسكرية الخاصة النشطة في مالي اذ قال ماكرون ان اجابة بوتين كانت واضحة حذر برنامج الغذاء العالمي من تدهور الوضع في منطقة القرن الافريقي حيث تستمر معاناة السكان من الجوع او مع الجوع والعطش في اسوأ ازمة تعصف بالمنطقة منذ خمسين عاما وضع انساني يستدعي تكاتف الجهود من اجل انقاذ ما لا يقل عن ثلاثة عشر مليون شخص بين جوع يقطع البطون وعطش يؤرق الكبير والصغير في تلك المناطق من عمق القارة الافريقية التي لم تنصفها الطبيعة امسكت الارض عن قطائها لثلاثة مواسم متتالية ثلاثة عشر مليون شخص في الصومال يواجهون جوعا شديدا هي اخر احصاءات برنامج الغذاء العالمية الذي دق نقوس الخطر جراء تدهور الوضع في المنطقة التي اضحت قاحلة تغطيها العواصف الترابية وتتنطر فيها جثث الماشية وضع يعد الاسوأ منذ ثمانيات القرن الماضية حسب مراقبين يهدد حياة ما لا يقل عن ستة وعشرين مليون شخص في كل من اثيوبيا كينيا والصومال معرضين بذلك للدخول في حروب ونزاعات ارقام مخيفة ووضعية انسانية صعبة يعايشها الفرد وخاصة الاطفال الذين يصارعون من اجل البقاء على قيد الحياة محرومين بذلك من ادنى حقوقهم العيش بسلام من جهته صرح رئيس وزراء الصومال ان البلاد تعيش في حالة قحط وحياة المواطنين في خطر داعيا خلال اجتماعه مع رؤساء دول ومنظمات دولية الى تقديم المساعدة الطارئة لشعبه قبل فوات الاوان مجهودات المنظمات الدولية لا تزال قائمة من اجل انقاذ الشعوب المتضررة في منطقة القرن الافريقية حيث اطلق برنامج الاغذية العالمي خطته للاستجابة الاقليمية هذا الاسبوع ويطالب بتقديم اكثر من 300 مليون دولار فيما تسعى اليونسيف من جهتها للحصول على 123 مليون دولار لاسعف المتضررين قام الوزير والاول الوزير المالي الجزائري ايمن بن عبد الرحمن بزيارة عمل الى تونس لاحياء الذكرى الرابعة والستين لاحداث ساقية سيدي يوسف حيث قال ان تضحيات الجسام للشهداء الابرار تعبر عن مدى قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين الشعبين الجزائري والتونسي بتاريخ الثامن من ففري الفين واثنين وعشرين تكون قد مرت اربع وستون سنة عن ذكرى احداث الساقية سيدي يوسف وهي التي امتزجت فيها الدماء الجزائرية بتونسية هي الذكرى التي يحييها البلدان في كل مرة لتزيد من متانة روابط الاخوة بين الشعبين الشقيقين واستحضار تضحيات الشهداء الابرار الذين صنعوا ملاحم التحرر من ظلمات الاستعمار الفرنسية في مثل هذا اليوم ايضا من عام الف وتسعمائة وثمانية وخمسين ابى الشعبان الجزائري والتونسي الا ان اسجل صفحة خالدة من تاريخهما المشترك ليصنع فيها اعظم وابهى صور التلاح والتآذر دفاعا عن قيم الانسانية والحرية والكرامة في قناعة تامة بان قوة وعمق الروابط التي تجمع بلدين وشعبين هي اكبر من ان تنالها غطرست المستدمر وعن جهيته الظالمة من جانبها عبرت رئيسة الحكومة التونسية عن مدى اعتزاز بلادها بهذا التاريخ المشترك بين الشعبين وهو ما يزيد المسئولية اكثر لكتابة صفحات جديدة في العلاقات الثنائية اعتقادي راسخ بان هذه الملحمة التاريخية التي نعتز بها ونحي ذكراها سنويا على مدى اكثر من ستة عقود ستظل محفورة الى الابد في قلوبنا كما تحملنا في الان نفسه مسئولية جسيمة لكتابة صفحات جديدة مشتركة لقد كانت احداث ساقية سيد يوسف الواقعة على الحدود بين البلدين الجارين مرآة عاكسة لهمجية الاستعمار ووحشية اساليبه وسياساته القمعية تجاه الشعوب التي تتوق للتحرر والانعتاق كما انها اسهمت في لفت انتباه الرأي العام العالمي حينها الى ما وصلت اليه الثورة الجزائرية من تنظيم وقوة ومدى نجاحها في دحر المستدمر الفرنسية احدث قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الاعلى للقضاء ردود افعال متباينة ودعت جمعية القضاة التونسيين الى تعليق عمل المحاكم يومي الاربعاء والخميس احتجاجا على القرار فيما دعا المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة ستيفان دوجاريك السلطات التونسية الى التراجع عن قرار حل المجلس الاعلى للقضاء واعادة تفعيل عمله على مشهد التجذبات يستيقظ التونسيون مشهد ادخل المواجهة بين الرئاسة التونسية والقضاء منعطفا جديدة فرغم دفاع اصوات داخلية عن قرار حل المجلس الاعلى للقضاء الا ان تداعياته بدأت تتوسع عميد المحامين التونسيين ابراهيم بودربالة دافع عن قرار سعيد مؤكدا ان الاجراءات الاستثنائية التي اقرها تسمح له بذلك قيس سعيد دافع عن قراره الاخير الذي يأخذ القضاء من محيط التدخلات نحو مرفأ الاستقلالية حسب قوله لن اتدخل في القضاء ابدا ولم يقع اللجوء الى الحل الا لانه صار ضرورة ولان الشعب التونسي يريد تطهير البلاد تطمينات الرئيس لم تقنع جهات داخلية على ما يبدو فبعد استنكار المجلس الاعلى للقضاء واحزاب سياسية الخطوة سارعت جمعية القضاء التونسيين تولتا للإعلان عن تعليق العمل في كافة محاكم البلاد يومي الاربعاء والخميس ودعت القضاء الى وقفة احتجاجية الخميس وفي ردود الفعل الدولية دعا المتحدث باسم الامين العام للأمم المتحدة سيفان دو جاريك الرئيس تونسي قيس سعيد الى اعادة المجلس الاعلى للقضاء لممارسة اعماله والعدول عن قرار حله وفي ظله تمسك كل طرف برؤيته يتوسع الشرخ الحاصل بين الرئاسة والقضاء يقول قيس انه يحمي العدالة من التجاذبات السياسية وتقول المعارضة انها خطوة لتقويض صلاحيات القضاء حل الرئيس الفرنسي بالعاصمة الاوكرانية كييف للتباحث حول الحلول الديبلوماسية المتاحة ماكرون دعا اطراف النزاع الى حوار يتسهم بحسن النية في وقت صرح الرئيس الاوكراني انه يتوقع عقد قمة تجمع اطراف اتفاق النورماندي ومع تزايد التوتر بين موسكو وكييف تعود اتفاقيات مينسك وصيغة النورماندي الى الواجهة باعتبارهما اساسا يمكن الانطلاق منه لاجاد حل للازمة وتفادي انزلاق الاوضاع الى مواجهة بين روسيا من جهة واوكرانيا وحلفائها الغربيين من جهة اخرى العرض التالي يصلط الضوء على ابرز النقاط التي تضمنتهم الاتفاقيتان ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة قلست موسكو حجم الغاز الروسي المنقولي عبر اوكرانيا الى اوروبا ب57% شهر جنفير الماضي واعلنت الشركة الحكومية المشغلة لشبكة نقل الغاز في اوكرانيا ان امدادات الغاز الروسي المتدفق لم تتجاوز المليار وستمائة مليون متر مكعب خلال الشهر الماضي وتقول كييف ان روسيا تخفض امدادات الغاز الى اوروبا عبر اوكرانيا لاجاد نقص في الغاز في الفصل الاكثر برودة في العام والذي يزيد فيه الاستهلاك وايضا لمحاولة تسريع المصادقة على خط انابيب نور ستريم اثنان الذي اصبح جاهزا للتشغيل لغضخ الغاز الروسي الى اوروبا في طريق يلتف حول اوكرانيا هذا وهدد الرئيس الامريكي جون بايدن بوقف خط انابيب الغاز السيل الشمالي اثنان في حال غزت روسيا اوكرانيا بايدن وخلال ندوة صحفية عقدها رفقة المستشار الالماني الجديد اولاف شولتس اكد ان عبور القوات الروسية الى اوكرانيا سيؤدي الى اغلاق الخط الذي تبلغ تكلفة انجازه اكثر من 11 مليار دولار من جانبه قال شولتس ان الولايات المتحدة والمانيا تتبعان النهج نفسه تجاه اوكرانيا وروسيا لكنه لم يؤكد مباشرة الخطط الخاصة بمشروع خط انابيب الغاز اذا غزت روسيا ويعني هذا عبور الدبابات او القوات حدود اوكرانيا مرة اخرى فعند ايدن لن يكون هناك نورد ستريم اثنان سنكتب نهايته اعدكم على القيم بذلك سنكون متحدين سنعمل معا وسنتخذ كل الخطوات اللازمة استعنفت الثلاثاء بالعاصمة النمسوية فيينا المفاوضات غير المباشرة بين تهران وواشنطن من اجل احياء الاتفاق النووي وتأمل اطراف المباحثات في ان تحمل او تحمل الجلسة الجديدة من الجولة الثامنة توافقا نهائيا بشأن الاتفاق المبرم عام الفين وخمسة عشر ورغم نبرة التفاؤل التي حملتها تصريحات المسؤولين الايرانيين والامريكيين الا ان نوابا جمهوريين طالبوا بعرض اي اتفاق محتمل على الكونغرس استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رئيس جهاز الاستثمار الرياضي في قطر رئيس مجلس ادارة مجموعة بين سبورت الذي يؤدي زيارة ودية الى الجزائر في اطار التعاون وافاقه خاصة في تغطية العاب البحر الابيض المتوسط التي تحتضنها مدينة وهران الجزائرية تشرفت بمقابلة فخامة الرئيس كان لغاء صراحة جدا ممتاز ومثمر ان شاء الله هذه بداية في علاقة مشتركة بالمؤسسات اللي طبعا كبين وسبورت ومجموعة بين شكرا وصلنا ختام النشر شكرا لكم على المتابعة الى اللقاء اشتركوا في القناة